أعزائي طلبة وطالبات الصف الحادي عشر أهلاً ومرحباً بكم في دروس مادة الفنون موعدنا اليوم مع الدرس الأول من وحدة الرسم والتصوير بعنوان دراسة لعنصر من الطبيعة لنبدأ أولاً بأهداف الدرس الهدف الأول أن يتعرف الطالب على خصائص الدراسة الفنية لعنصر من الطبيعة الهدف الثاني أن يقدر الطالب القيم الجمالية لعناصر الطبيعة الهدف الثالث أن يرسم الطالب عنصراً من الطبيعة بأسس فنية والآن أعزائي الطلبة لنتعرف على أهم مصطلحات الدرس المصطلح الأول التناغم اللوني كالر هارموني لاحظ الصورة أمامك جميع العناصر لها نفس اللون ولكن ظهرت العديد من التدرجات اللونية في الصورة السبب وراء ذلك هو الضوء أي سقوط الضوء على الأسطح المختلفة وهذا ما يسمى بالتناغم اللوني وهو مقدار درجة الضوء المنعكسة على سطح معين انظر أيضاً عزيزي الطالب إلى الصور أمامك سوف تجد العديد والعديد من التدرجات اللونية التي ظهرت فقط بسبب سقوط الضوء على الأسطح المختلفة المصطلح الثاني الرسم التخطيطي كما تشاهد عزيزي الطالب في الصورة أمامك رسم تخطيطي للوحة عند أبواب الخلود للفنان التي قام برسمها للتجهيز للوحة فأي رسم سريع عزيزي الطالب تقوم به للتدرب أو لتجهيز أحد لوحاتك هو رسم تخطيطي ويعني رسم تخطيطي مبدأي يضع فيه الفنان تصوراته المصطلح الثالث دراسة فنية artistic study دراسة ورسم لعنصر من الطبيعة أو غيرها بكامل تفاصيله وأبعاده وسماله يمكن تتبع الدراسة الفنية تاريخيا منذ فترة طويلة جدا حيث ظهرت في الحضارة المصرية القديمة كما وجدت بعض الدراسات منذ عصر النهضة الإيطالية القرن الرابع عشر الميلاد وقد حافظ عليها مؤرخ الفن حتى وصلت إلينا مثال دراسات الفنانين مايكل أنجلو وليوناردو دافنشي لكي تقوم بعمل دراسة فنية لعنصر ما عليك التعرف على مجموعة من الخطوات أولا عليك دراسة نسب وأبعاد العنصر بطريقة صحيحة لاحظ معي عزيزي الطالب في الدراسة الفنية أمامك للفنان ليوناردو دافنشي قام برسم الوجه لشخص واحد من أكثر من جهة كما قام بدراسة الأبعاد والنسب بطريقة دقيقة جداً وصحيحة يمكنك أيضاً أن تقوم بعمل دراسة تشريحية لبعض أجزاء العنصر كما في المثال الثاني الخطوة الثانية دراسة حركة العنصر ورسمه من أكثر من جهة مع إظهار الظل والضوء كما ترى في الدراسات الموضحة أمامك للفنان ليوناردو دافنشي قام برسم العنصر من أكثر من جهة مع إظهار الظل والضوء والحركة للعنصر الخطوة الثالثة دراسة لونية لمحاكاة ألوان العنصر الطبيعي عليك تأمل العنصر جيداً لتتعرف على درجاته اللونية ومحاولة محاكاتها كما هي في الواقع كما موضح أمامك في الصور دراسة ملمس العنصر تتعدد الملامس من حولنا لذلك عليك أن تتعرف على ملمس العنصر بطريقة صحيحة ومحاولة نقله كما هو في الواقع باستخدام الألوان والأقلام المناسبة كما هو موضح أمامك في الصور استخدم الفنان أساليب متعددة لمحاكاة الملامس المختلفة أهمية الدراسة الفنية بعد تعرفنا على الدراسة الفنية تذكر عزيزي الطالب أنه أولاً للدراسة أهمية كبيرة بسبب الرؤى الجديدة التي يكتسبها الفنان أثناء استكشافه في الموضوع ثانياً لتفاصيل الطبيعة أهمية كبيرة في إدراك الفنان للعلاقات اللونية والخطية وأيضاً تأمل اختلاف الأشكال الخارجية للعنصر ثالثاً تساعد الدراسة الفنية على اتساع مخيلة الفنان من خلال إثراء ذاكرته البصرية فينعكس ذلك على عمق أعماله الفنية لاحظ جماليات اللون والملمس في الطبيعة تأمل عزيزي الطالب العناصر من حولك في الطبيعة سوف تلاحظ اختلافاً في جميع تفاصيلها سواء كانت في اللون أو الملمس أو في الشكل الخارجي أمامك صور لأربعة عناصر أمامك صور لأربع عناصر من الطبيعة قد تعتقد أنها بسيطة ولكن لاحظ الاختلاف في اللون والملمس والشكل الخارجي الذي يميز كل عنصر عن الآخر بجماله المنفرد الجمال أيضاً ليس من الخارج فقط فإذا استكشفت العناصر من الداخل فسوف تلاحظ علاقات خطية مختلفة وأيضاً علاقات لونية مختلفة فعليك عزيزي الطالب عند دراسة العنصر أن تقوم بدراسة جميع أجزاؤه وتفاصيله بطريقة صحيحة لاحظ العلاقة في الشكل والتفاصيل للصور أمامك فالصورة الأولى هي مقطع عرضي لإحدى الفواكه أما الثانية فهي زخرفة لسطح أحد المساجد فكلا العنصرين عبارة عن دوائر متحدة المركز ويخرج من المركز مجموعة من الخطوط التي تنتشر في جميع الاتجاهات وقام الفنان وضع الزخرفة بين هذه الخطوط والدوائر ليستلهم الفنان هذه الزخرفة الرائعة من هذا العنصر البسيط استلهم الفنان لوحاته من الطبيعة من حوله ولكن قبل أن يرسم أي لوحة عليه أن يقوم بدراسة جيدة للعنصر لكي يتعرف على العلاقات وعمل تكوينات جيدة كما سنتعرف في الدروس القادمة عزيزي الطالب يوجد العديد من التقنيات لدراسة العنصر أولا يمكنك الدراسة باستخدام تقنيات الضل والضوء بالقلم الرصاص أو أقلام الفحم ثانيا يمكن استخدام أقلام الحبر المختلفة ثالثا استخدام الخامات اللونية المختلفة باستل مائية وزيتية أبامك عزيزي الطالب طرق مختلفة لتضليل بالقلم الرصاص تمعنا النظر فيها وتعرف على الاختلافات في الطريقة الأولى قام الفنان بملء المربعات كاملة بدرجات القلم الرصاص بتناغمات ناعمة أما في الطريقة الثانية في مجموعة من الخطوط المتقاربة التي تظهر خشونة الملمس يوجد أيضا الخطوط المتقاطعة وطرق التنقيد ولك عزيزي الطالب حرية اختيار طريقة التضيلة التي تناسبك والتي تناسب ملمس العنصر الذي تقوم بدراسته لاحظ في الصور أمامك كيف قام الفنان بإظهار الملامس المختلفة باستخدام تقنيات الظل والضوء ففي الصورة الأولى قام الفنان باستخدام خطوط قصيرة ومتقاربة لإظهار ملمس الشعر أما في الصورة الثانية لاحظ الخطوط المتباعدة التي تظهر الملمس الخشن وكيف قام بإظهار ملمس البشرة في الصورة الثالثة بعمل تناغمات ناعمة في التضليل وفي الصورة الرابعة كيف قام بإظهار ملمس الزجاج من خلال التناقض اللوني بين الفاتح والدك أما أقلام الحبر فهي تتشابه كثيرا مع أقلام الرصاص فيمكنك استخدامها عن طريق الخطوط المتقاربة أو عن طريق الخطوط المتقاطعة أو بالتنقيد ويمكن أيضا استخدام الحبر السائل مع أقلام الحبر لإظهار الظل والضوء كما في المثال الثالث تتنوع طرق التلوين المختلفة فيمكنك عمل دراسة لونية باستخدام الأقلام الخشبية أو الألوان المائية أو الألوان الزيتية إلى آخره من الخامات اللونية المختلفة التي تناسبك نشاط تدريبي الكتاب المدرسي الصفحة الحادية عشر الهدف من النشاط استخراج أكبر عدد من الدرجات اللونية للقلم الرصاص كن بتضييل المربعات مستخدما قلم رصاص واحد وليكن بيتو بتقنية درجة قوة ضغط اليد من الغامق إلى الفاتح ثم العكس والآن عزيزي الطالب لنشاهد فيديو لنتعرف على تقنيات متعددة لدراسة عنصر من الطبيعة لنتعرف على خطوات دراسة عنصر من الطبيعة تذكر أن دراسة العنصر هي دراسة ورسم العنصر من الطبيعة أو من غيرها بكامل تفاصيله وأبعاده وسماته وأن تقنيات دراسة العنصر هي دراسة بالأقلام الرصاص وأقلام الفحم دراسة لونية للعنصر عليك بتأمل الطبيعة من حولك لاختيار أحد العناصر التي تناسبك أولا دراسة بالأقلام الرصاص الخامات والأدوات أقلام رصاص متعددة الدرجات 4HB, 5B أوراق بيضاء اختر قلم رصاص درجته بين 4H أو 5H لعمل خطوات الرسم الأولى ابدأ بالشكل العام وليس بالتفاصيل الدقيقة ارسم الأشكال الأساسية فقط أضف بعض التفاصيل البسيطة باستخدام قلم أغمق وارسم فوق الخطوط الأولية الخفيفة ثم أضف المزيد من التفاصيل اختر قلمين بدرجات مختلفة لعمل التظليل ظلل الرسم من الأغمق إلى الأفتح بتنغيمات خفيفة ليسهل محوه إذا دعت الحاجة لذلك استمر في إضافة الدرجات الظلية حتى يظهر تجسيم العنصر بأبعاده المتنوعة واستخدم القلم الأفتح في أماكن الضوء على العنصر والقلم الأغمق في أماكن الظل يمكنك رسم العنصر من أكثر من جهة لتتعرف أكثر على تفاصيله وسماته وأبعاده مع إعادة نفس الخطوات دراسة بأقلام الحبر الخامات والأدوات قلم حبر أسود مقاص بوينت وان أوراق كرافت بعد رسم الشكل الخارجي قم برسم خطوط دقيقة باستخدام قلم الحبر متقاربة في أماكن الظل ومتباعدة في أماكن الضوء ثم قم بتفتيح أماكن الإضاءة باستخدام قلم فحم أبيض دراسة لونية للعنصر الخامات والأدوات ألوان مائية فرش متعددة الأحجام ابدأ باختيار درجات الألوان التي تناسب العنصر الخاص بك بعد رسم الشكل الخارجي للعنصر قم بوضع القليل من الماء على كامل العنصر ثم ابدأ بعض تدرجات لونية فاتحة على كامل العنصر استمر في دمج الألوان من الداكن إلى الفاتحة ابدأ بدراسة نقاط الضوء في العنصر وقم بتفتيحها باستخدام اللون الأبيض ثم ابدأ بوضع الدرجات الداكنة مع دمج الألوان لدراسة أماكن الضلال وهكذا حتى الانتهاء من الدراسة اللونية قد انتهينا من عمل دراستنا اللونية كن باختيار عنصرك وابدأ بعمل الدراسة الخاصة بك ملحوظة هامة أمعن النظر بالعنصر المختار بأدب تفاصيله لتدرك العلاقة بين أجزاءه وأبعاده يمكنك أيضا أن ترجع العنصر لأقرب شكل هندسي ثم تقوم بإضافة التفاصيل يساعد اختيار الدرجة المناسبة للقلم الرصاص للوصول لأفضل نتيجة ممكنة فمثلا القلم خفيف الضلال HB يمكن استخدامه في تضليل العناصر الناعمة المنس أما القلم الثقيل الضلال B8 يمكن استخدامه في تضليل الفخار الواجب حل التقييم بالكتاب المدرسي الصفحة الثالثة عشر اختبر فهمك ماذا تعلمت من الدرس تذكر عزيزي الطالب أهم المصطلحات في الدرس سؤال ما الفرق بين رسم عنصر من الطبيعة ودراسة عنصر من الطبيعة تذكر عزيزي الطالب خطوات دراسة العنصر شارك برأيك ما الذي أثار انتباهك في الدرس وهل بإمكانك ممارسته في حياتك اليومية مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق مع تحيات قسم الفنون ترجمة نانسي قنقر